موسيقى قال الجيش الليبي انه احرز مزيدا من التقدم باتجاه العاصمة طرابلس مؤكدا فرار ميليشيات الوفاق من محيط العزيزية وفي الجنوب اكدت البيانات الميدانية سيطرت الجيش على مرزق في مواجهات قال المتحدث باسم الجيش انها معركة ضد المرتزقة ومسلح داعش ويبقى الترقب مهيمنا على المشهد بانتظار التطورات القادمة من طرابلس ومحيطها محيط العاصمة الليبية طرابلس ومرزق في الجنوب بين الاثنين مسافة تتجاوز تسعمائة وخمسين كيلو مترا وطريق غريان يربطهما وليس ذلك بالرابط الوحيد بينهما اليوم فالمدينتان تتصدران العناوين الرئيسية لعمليات تحرير البلاد من الارهاب والتي واصلها الجيش في الارجاء منذ ابريل الماضي في بياناته الليلية ومن محيط ترابلس اكد الجيش تنفيذ سلسلة غارات على مواقع تابعة للميليشيات المسلحة في العزيزية قصف ادى لفرار المجموعات المسلحة من المنطقة والحاق خسائر كبيرة في مواقعهم وصفوفهم احداث ترابلس لم تمر من دون اخبار طالت مطار معاتيقة حيث اكدت مصادر محلية وقوع ستة انفجارات في محيطه مما تسبب بتعليق رحلاته في مصيرين واجهوا المطار اكثر من مرة خلال الاسابيع الماضية تطورات متسارعة وضعت في قبضة الجيش مناطق جديدة وعلى رأسها منطقة الهيرة جنوبي المدينة التي قالت مصادر محلية ان الجيش احكم السيطرة عليها مقابل انسحاب لميليشيات الوفاق من المنطقة اما في الجنوب فكانت التأكيدات للناطق العسكري للجيش حيث اختزل العقيد احمد المسماري الوضع بانها جبهة وحرب ضد المرتزقة وقوات داعش التي لا تزال موجودة في المنطقة قال المسؤول الليبي ان الجيش خاض مواجهات في مرزق وسيطر عليها بالكامل مشيرا الى دوريات باشر الجيش بتسيرها لتأمين جنوبي البلاد وتحت مسمى عملية فرض القانون سيواصل الجيش عمليته هنا التي تمضي كما قال بدعم من اهالي وشباب المدينة في مواجهة مخططات ارهابية تنخرط بها كذلك قبائل التبوء الشادية من خارج حدود البلاد يضم الناس من دبي الكاتب والباحث السياسي عبد الباصد بن هامل مساء الخير سيد عبد الباصد بن هامل اذا كما تأتي تطورات من المعركة من الواضح بانه على الارض هناك فرار لميليشيات الوفاق من محيط العزيزية هل هذا مؤشر واضح على ان الجيش الليبي قريب من حسم هذه المعركة وتحرير طرابلس من الميليشيات الارهابية شوفي هو استاذة فضيلة مهم جدا الحديث عن منطقة بلدة العزيزية تحديدا هي صرة طرابلس بالتحديد ومهمة جدا استراتيجية اولا محاصرة الميليشيات في مدينة غريان وقطع الطريق عليها وكل الامدادات اليها ايضا قطع الطريق على كل المجموعات المسلحة الارهابية او المرتزقة او المجموعات المتحالفة معها التي يقودها اسام جويلي بدأت العمليات العسكرية منذ ليلة البارحة باستهداف كانت عبر طائرات السلاح الجو الليبي ضربات مركزة على تمركزة هذه المجموعات المسلحة في العزيزية وفي الكسارات وفي الهيرة والسيطرة عليها الاعلام بشكل رسمي نحن ننتظر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللي لا بتصريحات رسمية حول مجريات المعارك على الارض حتى تكون الصورة بيّنة بشكل واضح ودقيق لكن هي على كل بدأت منذ ليلة البارحة ضربات دقيقة كانت خسائر كبيرة جدا في صفحة أولا على صعيد الأفراد أو حتى على العتاد التقدم الجيش يحتاج إلى إمكانيات أولا تقدم اتجاه هذه بلدة العزيزية أنا بتقديري أنه بالسيطرة على بلدة العزيزية ستكون منفتحة بشكل كبير جدا مناطق غرب طرابلس بشكل أمام القوات المسلحة أيضا نهكي على أن الوضع الإنساني أو الاجتماعي أو السياسي الموجود داخل طرابلس يتصدره الوضع الإنساني هو وضع سيء جدا وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة إنهيار شامل وكبير جدا في صفوف الميليشيات حتى وإن ادعت أو تظاهرت إعلاميا أو سياسيا أنها متماسكة إلا أنها فسيف ساسة أنهار مع ضربات متتالية لجيش الليبي الجيش الليبي لم يستخدم القوة والعنف المفرط حتى هذه اللحظة راعة قواعد الاشتباك تمركز طيلة الأشهر الماضية في محيط وفي بعض مناطق طرابلس في تخومها عندما نتحدث عن عنزارة نتحدث عن وادي الربيع نتحدث عن مطار طرابلس لم يتقدم لكي يحافظ على حياة المدنيين نعم هناك حصيلة بأن الضحايا سقطوا ولكن هذا نتيجة الاستخدام العنيف جدا والأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات التي يقودها أبرزها صلاح بادي وأيضا المجموعات والميليشيات جماعة أنصار الشريعة الفارة من بنغازي أو تلك التي كانت في الهانة النفطية القوات التي تقاتل الآن من أجل السيطرة على طرابلس ضمن قوات الجيش الليبي يعني معروفة بأنها شاركت في عمليات قتالية في معارك في درنا أيضا لتحرير بنغازي إلى أي مدى تعتقد بأنها استفادت من تكتيك هذه المعارك وتقوم الآن بتنفيذه في طرابلس على الرغم من اختلاف الجغرافية أيضا سيد عبد البصد بن هامل جدا صحيح مع اختلاف الجغرافية ولكن الخبرة لها دور كبير جدا يعني معارك بنغازي وخاصة معارك المدن هي الصعبة جدا التي يقولها دائما الجيوش في بنغازي كانت معركة طويلة الأمانة وكانت ضد جماعات متمرسة جماعات إرهابية خطيرا القاعدة داعش ومن تحالف معهم في فلكهم في تلك السنوات العجاف كانت الحرب شريسة وصعبة جدا وقدمت فيها الجيش خيرة أبناء القوات المسلحة قيادات هذه المحاور كانت لهم خبرة سابقة أيضا ليست في بنغازي فقط وهؤلاء كانت أيضا قيادات سابقة أيضا في الجيش الليبي يعني خبرة تمتد إلى ثلاث عقود وثلاث عقود ونصف من قوات خاصة وقوات متدربة على التعامل مع المجموعات الإرهابية ومع هذه المجموعات الخطيرة جدا يعني تجربة درنا أيضا التي كنا نعتقد أنها ربما ستطول كانت سريعة جدا وكانت في زمن قياسي مع تضاريس المنطقة درنا كانت وعرة جدا أو عر حتى من طرابس بشكل أو بآخر التضاريس الجبلية الأشجار الصعوبة يعني كانت الإمكانيات لدى المجموعات الإرهابية كانت لديها إمكانيات أيضا وكانت حتى الخطط في عملية صد القوات المسلحة في عمليات تلغيم تفخيخ أفراد انتحاريين وما إلى ذلك هذا النموذج يسير وينطبق بشكل كبير جدا على هذا النموذج الموجود في صلاح الدين أو في خلة الفرجانة أو حتى في عينزارة باختصار لو سمحت لسيد بن هامل في سؤال أخير ملجأ هذه الميليشيات الإرهابية بعد طرابلس أين سيكون يعني أنا أعتقد والكل يؤكد أنها ستكون في مصراتة مصراتة الآن هي المدينة المختطفة من قبل المجموعات الإرهابية للأسف أقولها بكل صراحة الآن فيها الكثير من هذه القيادات الإرهابية الفارة من مدينة بنغازي ومن درنا ومن إجدابيا والتي ستفر وستهرب من طرابلس وتذهب إلى مصراتة شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي عبد الباصط بن هامل من دبي شكرا لمشاركتنا في برنامج رادار الأخبار على سكاينيوز عربية